نعيمها هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باقٍ وليس بفاقٍ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده مشاهدي الأعزاء فإننا لا نزال بفضل رب الأرض والسماء في هذه الجلسات الطيبات المباركات وفي هذا الشهر المبارك الفضيل نازلنا مع أسباب مغفرة الله تبارك وتعالى وما الطريق الذي يوصل إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر جعلنا هو إياكم وإياكنا من أهل الجنان إنه خير مسؤول أيها الأكارم تحدثنا في الحلقة الماضية عن الصيام نعم عن الصيام وهو من أعظم أسباب نيل مغفرة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى وخاصة صيام رمضان ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان الله أكبر جمع بينهما وفي الحقيقة شهر رمضان هو شهر القرآن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيابة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشرابة ومنعته الشهوة فشفعني فيه فيشفع ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان يشفعان ويشفعان بفضل الله سبحانه الرحيم الرحمن قال صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع شافع مشفع أي تقبل شفعتاه شافع مشفع وماحل مصدق من جعله بين يديه ساقه إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار نسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم وإياكنا من النار وبئس القرار إنه ولي ذلك والقادر عليه إذن الله الله في الاهتمام بالقرآن العظيم إنه كلام ربنا سبحانه وتعالى كما كان يقول عكرمة رحمة الله عليه يمسكه بالمصحف ويضعه على صدره ويقول هذا كلام ربي هذا كلام ربي الله أكبر شرف والله أن يقرأ العبد كلام ربه سبحانه وتعالى نحن أحيانا نتشرف بقراءة كتاب فلان وفلانة ونتشرف بقراءة بعض الروايات لفلان وفلانة فكيف لا نتشرف سبحان الله بقراءة كلام ربنا سبحانه وتعالى والله عز وجل فيه يخاطبنا ولذلك قال بعض الصالحين من أراد أن يكلم الله فعليه بالدعاء ومن أراد أن يكلمه الله الله أكبر الله يكلمك نعم ومن أراد أن يكلمه الله فعليه بقراءة كتابه سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف لا إله إلا الله ألف مية وثلاثين حسنة إذا قرأنا الفاتحة مية وثلاثين حرف ألف ومية وثلاثين حسنة بهذا الحساب والله يضاعف لمن يشاء والله واسع العليم إذن ما أعظم الأجر وما أعظم الفضل قال صلى الله عليه وسلم أيكم وقد دخل عليهم وهم في الصفة الصفة مكان كان يجتمع فيه الفقراء قد خلنا بصوصهم قال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق وهما مكانان معروفان عند الصحابة رضي الله عنهم قال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوموين من أعظم أنواع النوق من أفخر أموال العرب وهم فقراء أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوموين من غير إثم ولا قطع رحم قالوا يا رسول الله كلنا يحب ذلك قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل فضل عظيم جدا وأجر عظيم جدا ثم بركة وبغفر للذنوب بإذن العلاب الغيوب سبحانه وتعالى القرآن الأمر التعوى عظيم وخاصة إذا تولي هذا القرآن في شهر القرآن إذا تولي هذا القرآن في شهر القرآن تعرفوا باللي شهر رمضان ما عظم إلا لأجل ماذا إلا لأجل القرآن تسألون وتتسألون وحق لكم أن تتسألوا لماذا افترض الله صيام رمضان دون غيره من الشهور الجواب واضح شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر يعني هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم إذن تعرف باللي عظم القرآن لأجل رمضان لأجل القرآن لأجل بركة نزول القرآن فيه معاشر أكارم نحب جميعا أن نكون من أهل الله وخاصته شرف والله أتدرون من هم أهل القرآن أهل الله هم أهل القرآن إن لله تعالى أهلين من الناس قالوا منهم يا رسول الله قال أهل القرآن أهل الله وخاصته أهل القرآن أهل الله وخاصته وبعد هذا القرآن والاهتمام بالقرآن ليس قاصرا على الحفظة ليس قاصرا على من له مستوى عال في التعليم كل واحد يقدر يقرأ قرآن ويستفيد من بركات القرآن وخيرات القرآن وأجور القرآن وثواب القرآن بإذن الكريم المنان سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران له أجران أجر القراءة وأجر تعب المشقة له أجران كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع عشر أكارم كان السلف رحمة الله عليهم اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم يتفرغون في رمضان لقراءة القرآن وكان بعضهم يغلق حانوته ليتفرغ للقرآن العظيم وكان كثير منهم يترك مجالس الحديث وغير الحديث من أجل قراءة كلام الله سبحانه وتعالى لأن رمضان هو شهر القرآن حفظكم الكريم المنان فرصة لنحصل الملايين من الحسنات وفرصة لنعود أنفسنا على الاهتمام بكلام ربنا على قراءة كلام خالقنا سبحانه وتعالى ونحذر كل الحذر من هجل القرآن وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا لنحذر جميعا من هجل كلام الله سبحانه وتعالى لنحذر جميعا من أن نكون مادة لشكوى النبي عليه الصلاة والسلام وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا مع عشر أكارم أسأل الله تعالى أن يوفقني لقراءة ختمات وختمات متعددة في هذا الشهر بمنه وكرمه وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن من أهل الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى شكرا لكم على حسن إصغاء بارك الله فيكم والسلام عليكم